في لقاء المفكرين والأدباء الذي التقينا فيه بالرئيس عبدالفتاح السيسي غير مرة وهو رئيس ومرة قبل أن يصبح رئيسا وهو في مرحلة الحملة الانتخابية التقينا به وبعدما أصبح رئيسا انتقينا به مرتين وأكد على أنه يريد أن يستنير الشرع المصري وأن نكرس خطابا تنويريا بين أبناء الشارع المصري وحينما طلبناه بأن تصبح الثقافة مشروعا قوميا نحن الشعراء والأدباء والمفاكرين في لقائنا معه طلبناه بأن تكون الثقافة مشروعا قوميا قال هل أمو يعني ده دركوا انتوا تفضلوا انتوا ضمير الأمة أنتم ضمير مصر أنتم المفكرين والأدباء والشعراء والأخير اعملوا هذا الحراك الثقافي وأنا في ظهركم وأنا معكم هذا الخطاب التنويري طبعا الرئيس السيسي في أكتر من مكان طالب بتجديد الخطاب الديني وطلب وزيارته نفسها للكاتدرائية عامين يعني متتاليين كانت رسالة لأنه أب للمصريين جميعا وأنه يعني يطالب الشارع المصري بأن يحترم التعددية التي أرادها الله ذاته نرى هذا الخطاب التنويري من رئيس من صانع القرار ومن رئيس الدولة بينما نرى المؤسسات الدولة الأخرى والحكوبة تعمل في اتجاه آخر وتكمب الأفواه وتقصف الأقلام ويسجن المبدعون والكتاب وتخنق الأراء في الصدور إذن هناك خطابان في المجتمع المصري بعد الثورة خطابان متناقضان هنا علامة استفهام كبيرة هل مصر على أبواب التنوير أم على أبواب الرجعية والظلامية نريد أن نعرف